استقبل اليوم وزير الخارجية والتكامل الافريقي حسين إبراهيم طاها أعضاء منسقية تجمع وزراء دول الساحل لاستراتيجيات التنمية وذلك من أجل وضع اللمسات الأخيرة استعدادا للقمة الخاصة بالمنسقية التي ستعقد في مايو المقبل بالبلاد حضر اللقاء كل من أميني الدولة بالخارجية ووزارة التخطيط محمد عثمان بشير والتقرير هذا الاجتماع الذي جمع بين وزير الخارجية والتكامل الافريقي وتعون الدول حسين إبراهيم طاها ومعاونه بممثلية الأمانة الفنية والتنفيذية لمنسقية التجمع الوزاري لاستراتيجيات التنمية في دول الساحل أسيد بيير بويويا الهدف منه هو وضع اللمسات الأخيرة وكذا الترتبط الأولية تحضيرا واستعدادا للقمة التي ستعقد في مايو المقبل والخاصة بذلك التجمع الوزاري والذي تترأس البلاد رئاسة دورته الحالية منذ العام 2015 ويضم هذا التجمع الوزاري الخاص بوضع وتنفيذ استراتيجيات تنموية في دول الساحل الخمس وهي شات الناجر مالي بوركيني فاسو وموريتانيا ومن المقرر أن تناقش في هذه القمة المقرر انعقادها في مايو المقبل على حسب ما جاء للسان وزير الخارجية وتكامل الافريقي وتعاون الدولي مجمل القضايا التنموية والاستراتيجيات في دول الساحل وكذا مختلف القضايا العالقة بين هذه الدول التي تقع في ساحل من القرة السمراء ترجمة نانسي قنقر